سيد نايتس ضيفنا يشكك في رواية الأسطول الخامس الأمريكي والسيطرة على سفن تحمل شحنات من الأسلحة ومعدات عسكرية تصل بالتهريب إلى الجماعة الحثينة في اليمن كيف يمكن رد على ذلك؟ من السهولة بما كان أرد على هذا الزعم نحن هل يستطيع أن ينكر شحن العتاد العسكري من إيران إلى اليمن؟ لنذكر معا ما حدث منذ خمسة أعوام كان أولئك الأشخاص يتجمعون ضد إيران وكان هناك كذلك مجموعة من الخبراء والدول والمجتمع الدولي اجتمعوا على شحن إيران عتاد عسكري إلى اليمن حتى بدأ هذا الأمر منذ عام 2013 وكان هذا كله على حساب اليمن والأمر لن يعرف توقفا منذ هذا الحين ومثلما دعمت إيران حزب الله اللبناني وكذلك الميليشيات العراقية ومنذ ذلك الحين وجدنا عدة مرات مواصلة دعم إيران لجماعة الحثي في اليمن وكذلك نجد أن هذه الأصلحة وكأنها بتوقيع إيراني وأن إيران تشتري هذه المكونات الخاصة بتصنيح هذه الزخيرة والعتاد والقضائف والمسيرات والتي تتجه نحو اليمن والآن يمكننا أن نشاهد السفن الإيرانية تقطع طريقها متجهة لليمن دون حتى أي احترام لأي ممارات دولية لماذا ذلك؟ لأن هذه شحنات معينة تعرفها الاستخبارات متجهة نحو اليمن تمام سيد نايتس إذا اعتقدنا وافترضنا جدلا أنه بالفعل إيران هي من ترسل هذه الأسلحة وتعلم الاستخبارات الأمريكية بمسار هذه الشحنات التي تصل إلى اليمن هل دور الأسطول البحري الخامس فقط تأمين السفن تأمين الملاحة في المنطقة الدولية في البحر الأحمر والمنطقة التي يعمل بها أم أن هناك أدوارا أخرى يمكن أن يعمل عليها الأسطول الخامس من أجل عدم وصول هذه السفن وعدم تحميلها أصلا لهذه الشحنات والمعدات العسكرية هناك شيء يعرفه المجتمع الدولي فيما يتعلق بالمسيرات عن طريق مراقبة الأطمار الصناعية وأنظمات المراقبة كذلك فإن الأسطول الأمريكي الأسطول الخامس الأمريكي هذه المعلومة ليست حكرا حتى على الأسطول الخامس ولكن هناك بعض القوات الدولية في خليج عمان وكذلك في الخليج العربي وحتى في البحر الأحمر إذا ما وضعنا كل هذه المعلومات معا واتلاف البحرية كلها حتى البحرية المصرية كذلك فبالطبع سوف تتضح الصورة بجلاء ماذا يجري على الأرض ولكن حتى فيما يتعلق بالشحنات الاعتيادية والتي تهددها القراصنة سواء إذا ما كانت في الصومال أو في اليمن هناك عدة نقاط علينا أن نستفيد منها أولا مكافحة الإرهاب وكذلك مكافحة التهريب ومكافحة الإدقار في البشر بل وحتى العثور وإمساك السفن الإيرانية